موسيقى موسيقى مرحبا الامتي في بتطلق بالتعاون مع التافقه برنامج جديد اسمه تيلي شوفينج رح يطلطي لشوفينج كليوم عليكن بمجموعة غراض جديدة ومتطورة ما بتلقوه وين مكان وبالأسواق اللبنانية الكواليتي طبع غراضنا طوب لأنه جاي مباشرة من فرنسا لطرد كل الأزواء وهالغراض إذا عجبتكن تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكن على البيت من دون أي كلفة إضافية مع إمكانية الراد إذا هالبرودويم ما عجبكن أو مناسب زوقكن سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستيلان من خلال الليبنبوس وبـ 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على الـ 81-218 ألف الغرض اللي انتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتو عم بتتابعونا بلبنان مين مننا ما بيحب يكونوا تيبوا أو مفروشاتوا أو حتى سجاداتوا نضاف ومرتبين هلأ مع الـ 18 إكسبرس مش ضروري أبدا يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهونيك مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ حتى البعي اللي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع الـ 18 إكسبرس وما لك إلا تجرب فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد كمان فينا نرشو لأنه بيجي معهم رشي هيك بيصير بخاخ أو سبري صار فيك ترشو بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت أكل فتر يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوصخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس متل ما اسمع بيدل ديتاش الديتاش بتشيل البقعة وبيصرعة كتير كبيرة ديتاش إكسبرس فينا نستعملو للموكات للتياب للشراشيف للسجاد حتى لفرشة التخط للكنبيات كمان يعني شو ما بدكن بالسيارة كمان إذا وصختوا السيارة فيكن ترشو هالبرودويل المصنوع من فرنسا هو الحل الوحيد بيشيل البقعة وكمان بيبيض حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الإشاي اللي بتبقى وعادة ما بتروح بسهولة هلأ ست البيت فيها تختار الطريقة البتناسبة إذا بدأت غسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودويل متل ما بتشوفه على الشاشة وبنترك هالقطعة أو مترك الوصخ لسوين كتير قليلة وبتشوفه النتيجة عن جد مثل السحر حتى فينا نستعمل للقماشي رقيق مثل الحرير أو القماشي اللي كتير دليكة إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان مثل ما بيبين قدامنا على الشاشة ملع واحدة بس وكل الفوج بينضف ديتاش إكسبرس بيحافظ على نظارة الألوان شو ما كان أبيض أسود ملون ما بتبوخ الألوان أبدا حتى ما بيعمل حساسية على البشرة الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل البقع تصلوا هلأ فينا على 81-218 ألف شتروا ديتاش إكسبرس بس بـ 50 دولار وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكم ضغري وبـ 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد اللي بانبوست اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس إن شاء الله كل مرة بنحكي عن بروديو جديد من تليشوبينج بالتعاون مع التأفاة كل هالبروديويات عم نجيبها نحضرها ونقدمها لحتى ترضيكم وترضي كل الأسواق بيقولوا الشعر تاج المرة والتاج بده اهتمام كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتا نطلع من عند الكوافير بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بي سالونات الكوافير كل يوم في غدا أو عشا بلبنان تي تايم برانش تعرفوا المناسبات كتيري عنها والمرة اللبنانية معروفة بترتيبها ومظهرها الحلو حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكلها مرتب اليوم ومع فرشاية إن ستايلر لينالك الحل شو ما كانت نوعية شعرك ليس فريزيم نوبر وقد ما كان طوله قصير طويل متل شعري نص نص إن ستايلر إليك نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي واتس رح توفري ما صاري والنتيجة زيتها متل عند الكوافير هلا يمكن يزعلوا مني شوية الكوافيرية لأنه شغل راح يخف بس هيدي الحقيقة كل صبية أو سيدة صارت هي الكوافير معنا بسديو ثلاث صبايا أورادي بلشوا إيميلسوا شعراتهم بيها الإن ستايلر رح تواجه لعندهم تشوف وين صاروا شعراتهم كيف صار ماضي لهم هاي صبايا ما أهضمكم قاعدين تمليس كم تحبو الليسة؟ ستيسي كم تحبو شعرك يكون الليسة؟ انت شعرك شكله بنوبر شوي مضبوط كتير بعزبني شعرك قد ما بضال بنوبر إن ستايلر هي الحال ومضبوط مش غلط أبدا مضيل فرشاية عادة لك باتي شو سريعة وشو لارا خبريني انت شو ماشي حالك كمانا بالفرشاية؟ أنا شعري فريزي انت هلق شعرك طالع من الحمام هالقد فيه تعجة؟ اه 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 أنا مثلا رحت عند الكوافير تيسير هالقد في تعجة؟ لا لا هو فيه تعجة يعني اوكي سو بديك انستايلر أكيد انه منتعرض كتير للغسيل بجمعة 3-4 أيام فانه مش براتيك الروح عند الكوافير باتي انت شعرك أطول شعر بس انه مقلعة أهلا أنا حبيتها أكتر شي لأنه براتيك يعني أنا رح اتركهم تكملوا شعراتكم لأنه بعتقد بدون شوية وقت مع هالفرشاية براتيك انستايلر والسهلة الاستعمال صار فيك وين ما كنتي متل ما سمعتو من باتي تاخدية معيك إذا كانت بالبيت بتجيم رحتي عالبحر سافرتي يعني عن جد إنه كتير سهلة صار معيك سالون متنقل انستايلر ما بتحرق أبدا الشعر ولا بتقصفه يعني بتحافز على نوعيته متل ما كلنا منحب لأنه حرارتها موزعة متل ما ملاحظين هلا أنا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة بغير فراشة بيقاعوا كتير متنين وما بيقاعوا أبدا يمكن تلاقوا على نسا إنستايلر بالسوق مثل هالفرشاية بس كونوا أكيدين مش متلى أبدا الرقم قدامكم على الشاشة واحدة وتمانين ميتين وثمانتعشر ألف خدوا موبايلكن هلا وتصلوا فينا لتحصلوا على إنستايلر بستين دولار وين ما كنتوا بي لبنان وبحيالله منطعم تحضرونا بثمانة وأربعين ساعة بس تصلكم إنستايلر عن نص البيت من دون أي كلفة إضافية ومن خلال ليبان بوست ري عرفكن اليوم على الكريب بارفات في حدا مننا ما بيحب الكريب صبع على الترويقه على الغداء على العشاء ديسير سناك يامي قطع بشي الكريب هلا ناس بتحب كريب صالي وناس بتحب كريب سكري وفي ناس مثلي بيحبو اتنين كريب بارفات متل ما اسمه بيدل تطلع معك الكريب بارفات حتى فينا نستعمل البانكيكس إذا بدكن كمان ما في لزوم تكون شاف أو ست بيت شاطرة صار فيك أنت مسير تعمل كريب للولاد أو الولاد هني يعملوا كريب لأهلهم هالمقلة ما بعرف إذا فيه سميه مقلة بس هي أكيد مقلة عجيبة مقلة براتيك مقلة أوريجينال سموها متل ما بدكن شكلها جديد مش معقول تلزق أو تحترق العجينة عليها قد ما قالكن عنا غير ما استعملها قدامكن راح نجرب أصلا بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتين تحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها بايدوي منحط عجينة الكريب مننطر شي خمس سوانة أوكي ومنقلبها منذون ما نحط ولا زيت هيكوا شو حلوة منذون ما نحط ولا زيت ولا زبدة كلنا منعرف قدي بيدروا للصحة وقدام بالمقلة منقعد ساعة منعملها لتطلع مرتبة بقى بهالطريقة طلعت عن جد حلوة بسوانة بتخلص وبتصير جاهزة للأكل ولحق على كريب إذا فيك بس إذا انصحتوا ما تحطوا الحق علي أهيان شي تقدر تعمل صرت كريب ببيتك ما تصرف كهرباء لأنها وفيرة الكواليتي طبعها طوب ولا تصير عندكم بمطبخكم تتصلوا هلا على الرقم يلي عم يقطع على شاشة واحدة وثمانين ميتان وثمانتعشر ألف وطلبوا هالكريب بخمسين دولار بس بحيالة منطقة كنتو بلبنان عم تحضرونا وبثمانة واربعين ساعة بس من دون أي كلفة إضافية من خلال الليبان بوست تحصلوا على الكريب برفيت وألف صحتين هلا خليني جرب قلبها أنا وهون إذا بعد عندي وقت هلا هول الكريبات بصراحة عملناهون قبل ما نطلع على الهواء ما رح زعبر أكلنا منون بس إنو طالع بالي إنو خلص العجينة نيحة صارت بتجنن وهيد العجينة قدامكن هلا بها الطريق أول ما نقلبها فيكن تحطوا هي وصخنة لأن هون كأنه مثل المقلب بتحطوا الجبنة والجنبون بتصوح بتصير هيك بتحطوا الشوكولات والبانان بتصوح بتصير هيك وبترجعوا بعدين تقلبوها على الصحن اوكي اون دو ولايكوا بأي سهولة بتخلص الكريب وبتصيروا واحدة وردتانية ما نحط ننطر شوي عدوا للخمسة ستة اون دو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي كل يوم بروضويات جديدة نقينها خصيصا لضرد كل أزواء المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوفينج اكيد بالتعاون مع تيف اه الى لقاء